كما أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن وقف إطلاق النار في غزة لن يتحقق إلا إذا أدركت إسرائيل أنه في مصلحتها من خلال الضغط الدولي عليها وأكد وزير الخارجية المصري بأن إسرائيل تتخذ خطوات تدفع لتهجير الفلسطينيين وهو أمر مرفوض دوليا جاء ذلك خلال لقاء للجنة الوزارية العربية الإسلامية مع رئيس وزراء إسبانيا خسيمانويل الباريس اشتركوا في القناة